أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشغيقة علاقات راسقة تشهد على الدوام نموا يستند إلى إرث تاريخيا من المحبة والأخوة والترابط نعم وأشدد سموه على أن هذه العلاقات تحظى بكامل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله مشيدا سموه بمبادرات السعودية التي تقود حراكا تنمويا في المنطقة والعالم يلتقي حول أهداف سامية لخدمة الاقتصاد العالمي وضمان الأمن البيئي منوها سموه بالنجاح الذي حققته قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والنسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في خلق تجمع دولي يتطلع لتحقيق الأهداف البيئية ومسارات جديدة للتعاون الاقتصادي العالمي جاء ذلك لدى لقاء سموه أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد حيث استعرض سموهما عددا من الموضوعات والمبادرات موضع البحث في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والنسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وما تشكله من أهمية في خلق رؤية عالمية موحدة لمسارات التعامل مع التحديات البيئية والاستثمارية مشيدا سموه بالمبادرات التي أطلقها سمو للعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تؤسس لحقبة خضراء وبنية تحتية تحمل بيئة وتحافظ عليها وهداف منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي تسهم في صياغة آفاق جديدة للتعاون الاستثماري العالمي مؤكدا أن مملكة البحرين تسخر جهودها لتعزيز العمل المشترك نحو المزيد من التكامل مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى همية موصلة البناء على ما تحقق من مستوى متقدم للتكامل بين المملكتين الشقيقتين ووضع المرئيات التي تسهم في تقوية منظومة التعاون الثنائي لافتا سموه لأن الدورة المؤثرة للمملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية محل تقدير من الجميع فالمملكة الشقيقة العمق الاستراتيجي وعامل الاستقرار إقليميا وعالميا من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليهم من اهتمام وحرص على مواصلة ترسيخ العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنية لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء